يا صباح الفل رجعنا لكم تاني بعد الفاصل كنا منتكلم على أداء نادي زمالك يا جمال وكن عندك حالات عايزين نستعرضها كنا منتكلم على أداء زمالك للكرف بتاعه أول فصد كده لأنه بيتهاوى طوال الموسم احنا بتكلم التالي من خامس مطش الأداء بسفني بتاع النادي الزمال أو سادس مطش أنا مش عارف لي معالي على رقم خمسة سيدي سمالك الأداء الكريم بتاعه يعني يشهد انحضار تمام كده طيب الحالات جاهزة يا رجالة ننتكلم يلا نبدأ في الحالات بتاعتنا طيب قبل ما نبدأ الحالات هما ليس ست مطشوت هي السهارة ترجع للخلف زي ما قلنا لكن كانت ببطء اللي حصل في ست مطشوت بدأت ترجع للخلف سريع ارجع للتالي معليش ارجع للحالة من هنا في المالك بص. ادي الخمس مدافعين بتنازل زمالك. مفيش فرقة بتقف بعرض الملعب كده ابدا. كمل بقى الفريم اللي بعده. كمل الفريم اللي بعده. والاتنين بتوع المحلة. خمسة. اتنين فوسط خمسة. الخمسة اللي اتنين مش ممسوكين. بس وقف هناك. بص بص حصلين. ايه اختراف. بتاع الرجل السنتر باك. اه. وانا عندي تلاتة في العمر. مفيش فرقة بتبقى مفتوحة من الخلف بالشكل ده. فرقة لما تيجي لو انت عكست الكدر وجبت الخلف في الاعادة بتاعت الجول. هلتقال الفريق دي مفتوحة من الخلف بشكل بشع. ما ينفعش فريق بيواقف بيدافع بالخمسة. والخمسة في الكدر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. على نفس الخط يعني. الخمسة بالكدر واحد على نفس الخط. اتنين مفيش مسك فيش رقابة. تلاتة اللي عبه واقفة في النوير. اللي عبه واقفة يعني هين حسام عبد الجيد واقف بيعمل ايه? طب بلاش حسام. طب عبغني. طب trainsinki. رقابة الخاطر مش ماسك. الراجل هنا ده جابري الورق conference السجل الجول القول الولاي راجل نيجيري ده. الراجل ده واقف هنا الطبيعي بيعمل تخطيئة عكسية رجل انجه عمر جابر لان جابري الورق مش فيرود. جابري الورق هو في الاساس جناح ايسر. فالمفروض الراجل يخش كمان يقفل معي طالما السنار هيخش يقفل. كمي لحلقة اللي بعدها بس وقف هنا وقف هنا وقف هنا وقف هنا بص. ابتدى عمر جابر يصحى? امتى? بس كمان. انا عاجدك تبص على الراجل الناحية التانية 뒤 بتاع فرقة المحلة في انك? واقف له وحده. طب الرجل اللي طالح حميد طالع من وسط الملعب وقف له وحده. طب كريم مصطفى واقف له وحده. طب الراجل الانفراد الارباع بيجري وراه. ده الراجل هنة سيد نمر اللي هو اللي انو بيلعبش في مكانه. هو ها هو بيفرج على الكورة. اه. هو بيفرج على الكورة زي مع عمر ما كانش قدامه اي حاجة غير نخرج. لكن طبعا خروق خاطئ جدا جدا جدا. خرج بدري. ادى الراجل للتشانس ان هو يحطها منفقية. ادي الاولانية. طيب. هادي نشوف بقى هل دي كانت حالة والدت الصدفة وغلطة وعدت? وارد. طب تعال نشوف. شوف الحالة اللي بعدي. وقف واحدة واحدة. بس وقف يرجع. هنا الراجل ماشي فريم فريم والباس بيتعمل. ماشي فريم مش ممكن. ما بين الرجل السنتر باك بعد ما قلبنا اربعة بقى. احنا عايزين نلعب اربعة بقى. او هنتحكم في وسط الملعب. فانا قلبت اربعة. فانا في خمسة. قديني اشوفنا المنزل. طب فاربعة. المسافة ما بين الرجل السنتر باك اللي في النص. حمال عبدالغاني وحسام عبدالمجيد. فدان. في عشرين يارضة. ما بين الاتنين. طب بلاش. طب الرجل وحسام عبدالمجيد مفيش اي التماسك لا في وسط الملعب ولا في الخط الخلفي. وتحط عليها كمان. ماشي يا جماعة. دي رقم اتنين. ده ده الفريم اتاني. ماشي. ماشي. دي كان فرصة انفراض. من كرة عادية جدا في وسط الملعب. لكن لان الخطوط مدفوعة مفتوحة من الخلف زي ما قلت. مفيش فرقة كبيرة ببقى بالشكل ده. راحت رقم تلاتة. اللي بعدية حال رقم تلاتة. حالة الجول. التاني. بص. منتقى البساطة. الخروج منتقى يعني خروج اشرف روق انا مش عارف ازاي. نفس الشكل. اختراق من العمق بالمناسب. بالمناسب. احنا بنتكلم على مطل اهلي. اهريك ان في جول الاهلي كان اختراق من العمق بنفس الشكل. بنفس الطريقة. نفس المشاكل. وانا بلعب بالخمسة وانا بلعب باربعة. للمرة المليون. فريق مفتوحة دفاعاته من الخلف بالشكل ده. مستحيل. محمد شريف. الجوليب يضع محمد شريف. مفيش ماسك. الكرة اللي خبطت محمد فتح وراحت الجون التاني. نفس الشكل ونفس ونفس القضية. ادي الجون التالي. طب الرابعة. نجيب الحالة الرابعة. ده كل ده بنتكلم على شرط واحد. المحلة امام الزمالك. بص بص. منتهى منتهى السوق في التمركز والتخطية. له لان هي ضعيفة نوعا ما من كريم مصطفى. كان هيبقى الهدف. الزمالك كان ممكن يخرج كسبان الزمالك في الشرط الاول اربعة صفر. اربعة صفر امام الزمالك. طبعا اداء صعب جدا جدا. وينوقف بس الحالة ورجع الحالة دي من اولها. اه اتفضل امام حمود. مش. احنا كنا بنتكلم عن اما انا دلوقتي لما اجي العب خط ادفاع متقدم. لازم يبقى الضغط بتاعي الشارس جدا جدا جدا. والكرة يبقى على طول معايا. يلا يبقى عندي السنتر باك واحد من الاتنين او تلاتة سنتر باك سريع جدا. وعنده كويسة ان هو يقدر يسرق ويزبق المهاجم قبل ما الكرة تلاعب في داره. اول الحاجات تلاعب في ظهر المساكين او البكات. ومن الافضل الناس اللي بتعمل الكلام ده في مصر محمد عبد المنقى. فما فيش بروفائل زي محمد عبد المنقى موجود كتير في الدور المصري. ولكن انا اول حاجة مفروض اعملها شراسة في الضغط. نادي الزمالك النهاردة تفاصيل صغيرة او الكرة عبارة عن تفاصيل. تفاصيل صغيرة اول فرقت مع نادي الزمالك النهاردة. يمكن لو نشوف اول دقيقة في المباراة. نادي الزمالك او تاك نادي الزمالك مجاش اول خمسة واربعين ديئة غير في اول دقتين. هو اول دقتين. بالضبط اول دقتين نادي الزمالك ممكن يجيب جون. والمطش يختلف واحداث وتختلف. والكلام اللي احنا عاديين بنقوله دوقتي كان هيختلف بشكل كبير جدا. دي اول المباراة. نشوف هنا نادي نمشي بالحالة. بص بص الضغط الرهيب بتاع نادي الزمالك هنا. ده الهدف. الحالات اللي بعد الحالات دي. عشان احنا خلاص الجمال. احنا كده خلاص نادي الحلات الرجالة. في حالتين في حالتين للزمالك في اول دقارة واربع دقائق. الحالات دي خط. الحالة الفايل التاني. ده اعتقد يا رجالة ده الفايل بتاع جمال. هو نفس الحالات بس هو الحالة الاولى والتانية في ديئة اثنين والديئة ثلاثة. لزيزو. ماشي. اللي انا كنت عاوز اقوله لغات لما الحالات تتعادل. ان انا لازم اضغط ضغط قوي جدا. عشان اقدر ان انا اول حاجة. اخلي الفايل قدامي. ما اقدرش يلعب اللونج بول. او يقدر يحضر من تحت. تمام. زائد حاجة تانية. ان انا بدان بلعب بريسك. خطة فعال متقدم. يبقى لازم الناس كلها تبقى عارفة. ان احنا لازم كلنا نبقى كتلة واحدة. وقريبين من بعض. كان فيه وكان فيه جاب كبير جدا 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 ما بين الثلاث خطوط النهاردة. وهي دي مشكلة نادي الزمالك من فترة كبيرة جدا. نادي الزمالك النهاردة. شوط الاولاني. اول دقيقتين ضغط فيهم. شوط التاني كله. نادي الزمالك وصل ملعب المحل. شوط الاولاني. نادي الزمالك ما راحش اصلا استاد المحل. شوط التاني. نادي الزمالك وصل محل. من اول ديئة خمسة واربعين. في الشوط التاني. اداء نادي الزمالك تغير بشكل تماما. وهنشوف دلوقتي بالحالات ايه اللي حصل. ومدى الضغط والقوة اللي كان بيعملها نادي الزمالك. وقدر منها انه هو اول ديقة في الماتش. ضيع كورتين. كانوا كافرين جدا ان نادي الزمالك يكسب. على الالجيب جون واحد سفر. والشوت التاني. كم من الاول ما از نادي الزمالك ضغط. زيادة سفل جزيري. بضغطة واحدة منه في ساكند بول واعت. سفل جزيري داخل. اهو. انا هنا نشوف هنا. دي اول حالة موجودة معنا في اول مباردة. بعد الصنطرة على ط طول. بص الضغط الرئيب من لعيب اتنادي الزمالك. وبص التحول سريع جدا جدا. زق على طول عمر جابر. ولعيبة كلها. والناحة التانية برضو السايد نمار. بطريقة المحتلة تعتنادي الزمالك. ضغط رئيب بص. اول ديقة في الماتش. كورة زي دي. دي في ديقة الثانية اربعين. هل في نفس لحظة بقى. دي في الثانية اربعين. هل لو جون ده جيه. كان امورها تختلف كتير. طب فريرة زنبو في الكور دي. ده السؤال اللي انا عاوز اسأله. الموضوع كل مش فريرة بس. بس هو مشكلة برضو في تحفيز اللعيبة يوفو فيه. احنا خلاص اكلمنا عن حالات الدفعية اللي مفريرة يتحمل جزء كبير منها. ولكن في حالات رجمية بنستغر. نشوف دي. دي اول ما الكورة تلقت برة. ضربة مرمى لغز المحلة. على طول لعيبة نادي الزمالك. ضغط رهيب. علشان خاطر محدش من نادي المحلة يقدر يعمل بلده. بص. ده برضو خلاص دخلنا كده على ديقة ديقة وعشر ثواني. ضغط رهيب. شوف هنا سيف الجزيري بيط على كورة. وفرصة تانية كل ده. طبعا. نادي الزمالك لما بيضغط. ولكن حصل ايه بعد الكلام ده؟ لعيبة نادي الزمالك نسة الضغط. تواهان. عدم تكيز. تواهان وعدم ثقة. في عدم ثقة من المدير الفني في نفسه وعدم ثقة من اللعيبة في نفسها. هنا برضو نشوف هنا. الكورة دي برضو. دي كورة الهدف. كورة لعبة اوفر. ساكن بول واعت. بص سيف الجزيري خد. ضربة جزال. ضغط. اول ما ضغطت الكورة دي في اول شوت. التاني. مجرد ان انت ضغط كنادي الزمالك. كورة لعبة اوفر. ساكن بول على طول ضغط رعيب من السلاسة الامامي. ومن نص الملعب. ومن كل فريق. وبالتالي نادي الزمالك قدر يحصل منها على ضرب الجزاء. استمرز نادي الزمالك على هذا المنوال طول الشوت التاني. ولكن كالعادة كم من الفرص. الرهيب بيضيع من نادي الزمالك. سيف الجزيري قراراته غريبة جدا في التلت الامامي. احمد سايزيزو واحد من افضل اللعيبة اللي موجودين اوه في الدورة المصري. ولكن بيعيبوا بعض الشيء الفردية في مواقف كتيرة جدا جدا جدا. ولكنه بيقدر يصنع الفرق. الوحيد النهاردة اللي كان قدى اداء راعي في نادي الزمالك كان امام عشور. ولكن وضح ان نادي الزمالك برضو متأثر بدنيا جدا جدا. فيه ارهاق بدني كبير. فيه جزء كبير جدا نفسي ومعناه من مبارات نادي الاهلي مؤثر عليهم. وده باني النهاردة في الفينش يا جمال. لانتشوف كم من الفرص الشوت التاني نادي الزمالك كان يقدر يتعادل. وكان يقدر يكسب الشوت التاني. الشوت الاولين فرق من الشوت الاولين الشوت التاني رهيب. نادي الزمالك الشوت التاني نزل بمعنويات مختلفة تماما. نزل ضغط بشكل كبير جدا. طيب. ويمكن لو اه يعني لو نشوف يعني لو خلاص بقى رحالات ضغط الكبير. اللي نعمله نادي الزمالك قدر يصنع فرص كتيرة. ولكن للأسف. بزبت. ولكن.